موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله مساءكم بكل خير عزائي المشاهدين نحياكم الله في حلقة يديدة ومتجددة من برنامجكم من القلب دائما نسمع كلمة يخي رسالته من قلبه كلمته يعني اللي بلسانة على قلبه على قولتهم أو اللي بقلبه على لسانه دائما الكلام اللي يطلع من القلب يدش القلب مباشرة وسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من خلال هذا البرنامج نحن نطرح هذه المواضيع والمفاهيم والقضايا الاجتماعية أو التنموية والتربوية تكون من قلوبنا لقلوبكم مباشرة هذه المواضيع اللي بنخلالها بإذن الله نصنع حياة حلوة نصنع حياة جميلة نعيش لحظة نحن كنا نفقدها من زمان بسبب آثار الماضي وقلق المستقبل يعني الإنسان عايش ما بين هالنوعين ما بين الماضي والمستقبل في يعني يتأثر بالماضي ويرجع له أو أنه يقلق ويخاف من المستقبل فاللحظة الحالية يفقدها ما يقدر يعيشها فهذا الشيء ما نبينا نعيش اللحظة الحالية نستمتع فيها نستفيد من الماضي ونطور المستقبل ونصل له ونحقق أهدافنا هذه حياة الإنسان الإيجابي المسلم الجميل هذا هو الإنسان اللي فعلا يريد أن يحقق في حياته الكثير ليش؟ عشان تترك بصمة في هذا الكون عشان تأمر الأرض كما يبيك الله سبحانه وتعالى ولو كان هذا العمران واحد بالمية لو كان هذا العمران هو تطوير ذاتك مشرط أنك تغير في الناس مشرط أنك تغير في الأرض في الكون هو بس أنك تطور من نفسك تستوعب أكثر تفهم أكثر تطور من مهاراتك هذا هو بالذات عمران هذا هو المطلوب اللي نحن بيه في حياتنا كثير من الناس لما نقول لهم مثل هذه المفاهيم يقول لك أنا حاولت وجربت لكن ماكو فائدة لكن لما يتيتسألة تقول لك كم مرة جربت يقول لك مرة مرتين لكن ما جربت وكثير من الناس لما يحاولوا يجربوا وما يشوف نتيجة واضحة سريعة بالنسبة له يبطل على قولتهم يوقف أنه يتعامل مع هذا المفهوم في حياته فيرجع إلى حياته السابقة الروتين السابق وبعدين يقعد يتأفأف ويتذمر ويتحلطم ويتقرطم على قولتهم من السبب أنه ما حاول بشكل مستمر عرفتم مفهوم حلقتنا اليوم شنو هو؟ مفهوم حلقتنا اليوم مهم في التطبيق ألا وهو المحاولة الإنسان لابد أنه يحاول مرة ومرتين وثلاث حتى يصل إلى النتيجة المطلوبة المفهوم موجود والنتيجة موجودة بين هذول الأثنين هو شيء اسم التجربة والمحاولة التجربة والمحاولة بين هذول المفهومين تتنوع وتتشكل بأشكال مختلفة اليوم ممكن أن أجرب بطريقة فلانية ما ضبطت معي ما صارت معي أجرب بطريقة مختلفة أغير في نوعها أغير في مكانها أغير في وقتها تكرار المحاولة ينمي في ذهن الإنسان أنه يدرك هذا المفهوم بشكل كبير كذلك أنه يصل لهذه يعني النتيجة المطلوبة بطرق مختلفة توماس أديسون لما صار لموقف أن أمة صارت مريضة ومن خلال هذا المرض توفت وتوفت جدام عينه وبوجود الدكتور قال للدكتور يا توماس أنا ما أقدر أسوي شيء حق قمك ما أقدر أسوي العملية لها وننقذها لأنه ما عندنا ليت ما عندنا مصباح ما عندنا إنارة ما عندنا ضوء ما ننظر إلا شروق الشمس وذيك الصحة نقدر نسوي العملية ما مداها إن الشمس تشرق إلا إن أم توماس أديسون ماتت توماس أديسون شعر بالحزن تضايق لكن أخذ على نفسه عهد إنما يبي أحد يعيش مثل هذه اللحظة فبدأ باختراع المصباح إش كثر حاول توماس أديسون إنه هو يشعل هذا المصباح كثير من الروايات كثير من الأقاويل قالوا 9999 وقالوا 999 وفي آخر روايات أنا قريتها 26 محاولة ما نختلف على الرقم ولكن ركزوا على عدد المحاولات اللي تم فيها توماس أديسون عشان يشعل لنا مصباح واحد نطلع هذا الفاصل ونرجع نكبر ونواصل الناس في الدنيا نوعين يا أما ناجح ويا أما فاشل الفرق ما بين الناجح والفاشل قرار وهذا القرار ما يملكه إلا أنت فبقرارك يا تختار أو تنهار لا 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 تسويها فكر انطر تريث شوي لأن هذه الحركة اللي بتسويها والسلوك اللي بتسوي قد يدمر حياتك حلو الإنسان أنه يفكر قبل لا يتحرك وخل تحركك لصالحك لتحقيق هدف أو لتحقيق طموح أو نشر فائدة رجعنا معاكم أعزاء المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير كنا نتكلم عن موضوع جميل جدا في حياة الإنسان هذا الموضوع اللي يخلي الواحد فعلا يصل إلى أهدافه يصل إلى طموحاته يحققها لأرض الواقع كذلك أنه يتغلب على مشاكله يتغلب على المواقف والعقبات والسلبيين والكلام السلبي والتأثير السلبي من خلال هذا المفهوم وهذا المفهوم يحتاج الإنسان في حياته بشكل يومي لكن للأسف البعض يأخذ هذا المفهوم ويجربه مرة ومرتين ما يشوف أنه فيه فائدة يبطل أنه يسويه ألا وهو المفهوم المحاولة أن الواحد لابد أنه يحاول مرة ومرتين وثلاث وأمية ومليون حتى يصل إلى أهدافه ومثل ما قلنا قبل نطلع الفاصل المحاولة موجودة بين مفهومين أو بين نقطتين نقطة المفهوم اللي هو الموضوع القيمة القاعدة أي إن كانت وبين النتيجة المرجوة من خلال هذه المفاهيم الفجوة اللي بينهم هو هني تكمن المحاولة فيستمر الإنسان في المحاولة مرة ومرتين وثلاث بأشكال والوان على قراتهم بطرق مختلفة حتى يصل بإذن الله إلى النتيجة المطلوبة من خلال تطبيق هذا المفهوم مثل ما قلنا قصة توماس أجيسون اللي حاول أكثر من مرة في روايات كثيرة قالوا 999 مرة والمرة الألف أصاب وحقق لنا المصباح وفي روايات أخرى أخرى مختلفة بينهم 26 محاولة لا نختلف على الرقم ولكن نرى ونركز أن هناك محاولات مختلفة تتوقعون أن توماس أجيسون الحين لما أشحل المصباح بالطريقة الأخيرة بالمحاولة الناجحة الأخيرة كم محاولة عرف أن هناك طرق تؤدي إلى إشعال المصباح أو أنها لا تؤدي إلى إشعال المصباح صار عنده حصيلة معلوماتية كبيرة فاستمراره في المحاولة وإصراره عليها حقق النتيجة لكن لواحد ثاني كان حاول مرة ومرتين وقط المشروع بالبحر ويقول ماكو ما منا فائدة وظل على الشمعة طول حياته فهكذا هو الإنسان لا بد أنه يحاول لا بد أنه يصر لا بد أنه يتحرك يتغير الأسلوب مرة يغير المكان مرة يغير الوقت مرة كثير من الناس يقول أنا عندي خطة وعندي أهداف وحققت وسويت لكن ما وصلت حق الهدف لي أنا أبي ما قدرت أوصل فيبدأ يلغي الخطة كلها ويحط لخطة يديدة يبدأ يشتغل شغل ضخم لكن أمني نشوف الخطة نشوف الخطة سليمة ما أفيها شيء ولكن المشكلة في الوسيلة المشكلة في طريقة المحاولة المشكلة في طريقة التطبيق قد تكون الوسيلة خطأ بدل الوسيلة يعني جرب مرة ثانية بطريقة مختلفة مرات يقول لك لا حاولت وحققت منها خمسين بالمئة وخمسين الثانية وقفت ليش وقفت لأنه ما صار فيرجع مرة ثانية لما تحاول مرة ثانية فأنت قاعد تفتح الخمسين الثانية وتصل بإذن الله إلى أهدافك فالمحاولة في حياة الإنسان مطلوبة لذلك الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللي يخطأ ويستغفر يخطأ ويستغفر هناك شوف العلاقة بين متضادين معصية وطاعة هكذا هو الإنسان لازم يعيش أنه يحاول ويحاول ويحاول ويتوب ويخطأ ويتوب ويخطأ يحاول أنه يصحح من نفسه يحاول أنه يصل بإذن الله إلى أهدافه يصل إلى لكن هذا كله عن طريق المحاولة فاستمر بالمحاولة لا توقف اصر عليها خليك ملتزم فيها لأن بالمحاولة هي وسيلتك بعد الله سبحانه وتعالى أنك أنت فعلا توصل حق المطلوب الكلام النظري سهل جدا والكلام مثل ما قالوا شربت ماء لكن التطبيق والمحاولة أهمية هي الأساس والأصل في تحقيق هذه الإنجازات خلونا من اليوم نحاول مرة ومرتين ومليون فعلا إلى أن نصل ونحقق إنجازاتنا وطموحاتنا وأهدافنا وللعلم ترى ماكو شي وكفك عن أهدافك إلا أنت إذا أنت قررت أنك ما تبي إذا قررت أنك تستسلم فأعرف أنك أنت قلت حق أهدافك شو في لك واحد ثاني لأنني أنا ما استحقك لكن أنت شخص تستحق فحاول وحاول وحاول وأوصل فيها بإذن الله إلى أهدافك وطموحاتك نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب مع السلامة شكرا للمشاهدة